السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة التوخصحي العربي قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس إلا كانت أول زيارة لكم باش وصلكم دائما الجديد وإلا أعجبكم الفيديو فما تنسوش لايك وتعليق وتبرتجه مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة وما تنسوش كذلك التحق بنا على الصفحة وعلى المجموعة وكذلك الانستغرام دائما تحت اسم توخصحي العربي مباشرة نمور لتحضير صلصة التماطم هذه التماطم اللي سبق ونزلناها في فيديو مشتريات الخضر لفصل خريف ممتازة جدا لتحضير الصلصة فلضروري ومؤكد أنكم تغسلوها أربع مرات مع الفرق ضروري كنغسلوه وإحنا كنفركوها بالأيادي لإزالة ما ترسب من غبار وكذلك من مبيدات ولضروري وجميل لما كنتمش كتوفروا عليه بطبيعة الحال فممكن أنكم تستغنوا عليه وأنكم تقوموا بطهيها في آنية فخارية لأنه فعلا كتعطيها لدة ممتازة ورائحة مستحيل أن نلقوها في آنية أخرى بطبيعة الحال لما كنتش كتوفر عندكم فممكن أنكم تستعملوا آنية من إينوكس الإينوكس لأنه لا يتفاعل مع الخضروات الحمضية أو الفواكه الحمضية يعني ما كيكونش هناك تأكسودات بالنسبة للطماطين فهنا غدا نقسمها على نصفين ممكن أنكم تخليوها صحيحة ولكن من الأحسن أنكم تقسموها نصفين لماذا؟ لأنها ما نضيفوش لها نهائيا أي قطرة ماء وهالطريقة بأننا نقسموها نصفين فكتسهل علينا أن الماء مباشرة ما كتعرض أو الإيناء الفخاري يتوضع فوق النار كتطلق المياه ديالها بسرعة غدا نكمل هاد الكيمية كلها ونرجع باش نوريكم باقي الإضافات هنا بعد ما قطعتها كلها الكيمية بأكمليها نقطة أخرى ماليك تكونوا تغسلوها ممكن أنكم تستعنوا بفرشات لفرق المنطقة لفوق الغطاء اللي كيكون فيه غطاء طماطم فممكن أنكم تفرقوه بفرشات هنا الإضافات كيف ما كتشاهدوا ضفت أربع فصوص توم أربع فصوص توم وكذلك حبتين من البصل الأحمر هذه المنكيهات ترى كتعطيها ضوق رائع وما كتكونش مثل الطماطم للتي تباع في خارج البيت ليس لها نكهة فهكذا كتعطي كذلك إضافة لأي طبق طبيعة الحال ضفت أوراق الزيتون أوراق الزيتون عندها دور أنها مركزة للنكهة فجربوها وغدين تحسوا بالفرق والطعم هنا من بعد ما وضعتها فوق النار كيف ما كيباليكم مباشرة غلات وكنغطيوا عليها وكنخليوها حتى تنضج جيدا ونخليوها تبرد تماما قبل ما نطحنوا وممكن كذلك أنكم تطحنوها بالخلاط الكهرباء اليدوي لأنه كيكون سلستين أو مضاد تأكسود لأنه لا يتفاعل نهائيا مع حمدية الطماطم بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الخلاط الكهربائي اليدوي وهذا هو غالب الأحيان جميع أغلب البيوت كتوفر على خلاط الكهربائي العادي فمن الأحسن من الأحسن لأنه كيكون مادة بلاستيكية ما عدا إلا كان الكأس أو الخلاط الزجاجي ففي هذه الحالة ممكن أنكم تطحنوها أو هي سخونة وبالنسبة للخلاط الكهربائي اليدوي فهو نفس الشيء يعني ولو أننا نطحنوها أو هي سخونة فنخليوها حتى تبرد ما عدا كذلك إلا كان عندكم صفاي حتى هو كذلك مضاد تأكسود ففي هذه الساعة ممكن أنكم تصفوها وترجعوها فوق النار هنا زولت أوراق الزيتون ونوضعها في الخلاط الكهربائي العادي خليجي احتبر ذات تماما وزولت لها أوراق الزيتون كيف قلت لكم أوراق الزيتون راها كتركز النكهة بشكل رهيب يعني حاولوا تضيفها في أطباقكم خمسة الأوراق سبعة أوراق رادي نتلاحظوا أنها كتركز النكهة هنا من بعد ما طحنات كيف ما كيبال لكم راها بدأت كتأخذت قوام مسبقا للصلصة هنا غدا نصفيها لأنها بردات كنصفيها لأنها كيكونوا ذاك القشور والبدور فمن الأحسن أن ننزولهم باش كتعطينا صلصة طماطم صافية كنصفيها مزيان أنا غدا نستاعم بكيف ما كتشاهدوا هنا ذاك الصفاي اللي كيتواجد في أغلب الهيوت البلاستيكي ونستاعم بملعقة خشب لتسهيل تصفية الطماطم إلا بغيتو أن الطماطم يكون لونها أو الصلصة يكون لونها واضح يعني أحمر واضح وكذلك أنك هات الحموضة واضحة كذلك فممكن أنكم بعد ما تصفيوها في هذه المرحلة اضيفوا لها بعض الأوراق الكركدي ولكن ما بغيتوش أن الحموضة تكون مرتافعة فقط اضيفوا كذلك تمرة يعني الكركدي للتلوين والتمرة أو تمرتين لمعادلة الحموضة كتخليوهم يغلاوا مع الملح لأنني غدا نضيف لها المنكيهات ما كان حبش نهائيا أنها تكون بدون نكهة تنضيف لها الملح وكذلك الفلفل الحار المجفف وممكن كذلك أنكم تضيفوا لها زيت زيتون فكتكون ممتازة إلا حبيتوا مباشرة أنكم تحضروا بها بيزا فكتأخذوا منها مباشرة وكتقوموا بإضافة قليل من الماء وكتستعملوها للبيزا وهنا غدا رجعها فوق النار حتى تكتف هنا كيفما كتشاهدوا أنا ما كتأخدش وقت نهائيا بعد ما كنضيفوا الملح فالملح كيساعد أنها ما يتبخر بسرعة خذت تقريبا نصف ساعة على نار مرتفعة وضروري الطاجين دائما فرشوا ليه فراش الأليمينيوم لأنه كيطول عمر الطاجين هنا من بعد ما بردعت مرة أخرى وضعتها في قوالب السيليكون وغندخلها المجمد حتى نجمد وتأخذ شكل القوالب وكتأخذوا دائما كتتعملوا القياس اللي غادين تستهلكوه هنا يا من بعد ما جمدت القوالب السيليكون دهنتها بزيت زيتون لتسهيل عمليات إزالتها وفي نفس الوقت ما نضطرش أني نعاود ندهن أو مسح الورق الزبدة بزيت زيتون فمجرد ما نزولها من قوالب السيليكون ونضعها مباشرة في ورق الزبدة وضروري أنهم يكون الحبات الفردية لأنهم على المدة ومع الجليد ممكن أن الحبات تلتصق مع بعض فمن الأحسن أنكم تقوموا بفردها يعني كل حبة على حدة وتغطيوها أو تغلفوها بورق الزبدة ما كنحاول ما أمكن أنني ما نوضعها مباشرة في قوالب بلاستيكية لفرضية أنها ممكن تفاعل ومن بعد كنوضعها في البلاستيك الغدائي الخاص بالمجمد كيف ما كتشاهدوا هنا بها الطريقة هكذا ما كتخش نهائيا مكان أو متسعف المجمد وفي نفس الوقت كتبقها عملية ممكن أنكم تحتفظوا بها فقط في قنينات زجاجية صغيرة لحجمه لكن ضروري أنكم توضعوا طبقة زيت زيتون من فوق وضروري أنكم تقوموا بتعقيمها على الأقل 15 دقيقة في ماء بارد ومجرد ما كتبدأ الغليان كتخليوها تغلي تقريبا ربع ساعة وكتخليو القنينات كتبعد مباشرة في الماء طريقة التعقيم اللي ذكرناها فهي ممتازة جدا تحضروا كميات كبيرة تقريبا 30 إلى 40 كيلو طماطم للسيلاك على طن السنة أما هالطريقة فهي الكيميات البسيطة ويفضل احتفاظ بها في المجمد صلصة ممتازة يضفتوها على الأطباق لأي طبق ففعلا كتعطينكها مغايرة على أي صلصة أخرى نتمنى أن هذا الفيديو يكون فائدكم ونطلقوا إن شاء الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته